نقلب معاك الكاسكيت في الوضع السياسي اليوم حركة الشعب ما زالت كحزب سياسي داعم اليوم لرئيس الجمهورية أم لا؟ داعم لمسال 25 جويدي لكن بعض الخيارات لرئيس الجمهورية يمكن لترجمها توقع الرئيس الحكومة احنا لسنا مع التوجه اللي صار في مشروع قانون مالية قانون مالية فقط المشكل في قانون مالية لأنه وضع التصريحات إجمالة نحكي على كلمك فقط ما ترحد يدما وضع فما فتور بين حركة الشعب والرئيس السعيد ليست فتور ولكن احنا مع المصار وعنا رؤيتنا وبرنامجنا كحركة الشعب بالنسبة للمصار 25 جويل احنا معه في المحاسبة نحن معه في محاسبة كل الفاسيدين نحن معه إرجاع الأموال المنهوبة سوى في الداخل ولا في الخارج نحن معه في أن تكون الدولة التونسية لها القرار السيادي نحن معه في القضية الفلسطينية وما رفعه من سقف التضامن مع القضية الفلسطينية نحن معه في كثير من النقاط ولكن فعلى المستوى طريقة العمل الحكومي بالنسبة لنا احنا نعتبره أن الحكومة اللي موجودة اليوم حكومة لا يمكن أن ترتقي إلى تحقيق أهداف مصار 25 ونحسوا أنها بالعكس قاعدة ماشية في نفس المصار اللي كان ما قبل 24 جويل ليس هناك تغيرات هناك فشل كبير على مستوى العمل الحكومي والأكبر دليل أن اليوم هل المشكل فقط في العمل الحكومي أم في التصريحات والخيارات حركة الشعب مثلا اليوم متهمة بأنها عندها طموحات أخرى ربما تحذر في حملة انتخابية مبكرقة لها حتى رئيس الجمهورية في القانون تجريم التطبيعي وفي البرلمان يقولوا أنه حركة الشعب تحب تهرب البرلمان تحب تغير رئيس الحكومة هل القاعدة القاعدة لا ليس أحنا هل تحب تغير عفوا مش رئيس حكومة رئيس البرلمان لا شوف أحنا الكتلة فيها 15 النيب الخط السيادة فيها 15 النيب ولا البرلمان فيه حوالي 154 النيب صحيح إذن احنا مناش أغلبية باش نغيروا رئيس مجلس النواب هو حتى قانون تجريم التطبيع يقالوا أنه جاء بهدف إحراج الرئيس لا أحنا قانون تجريم التطبيع قد ماتوا حركة الشعب صاحبة بعض النواب في 2014 وقد ماتوا كذلك في 2019 مع الكتلة الديمقراطية وقدمناه كذلك أننا بالنسبة لنا أحنا حركة الشعب التطبيع مع الكيان الصهيوني نعطي البروخية نعضل وهذا من بين المبادئ مش فرقة حركة الشعب بين الطيار القومي الكل بالنسبة لنا المسألة وهذا ليس شعارات نحن لا نؤمن بشعارات إذا كان عنا إمكانية نفس التجريم التطبيع ليس شعار التجريم التطبيع يزم تكون في مقوانين متر حبيب من يحدد اليوم السياسات الخارجية للدولة قدمنا المشروع هذيك وعطيناه وبسطناه على المجلس النواب الشعب أكثر من 82 نال صوت لهذا القانون لخارج من حركة الشعب ولم يعد ملك حركة الشعب بل ملك النواب وإنه استبسله في الدفاع على تمرير قانون معناها تجريم التطبيع وبالتالي ما تماش حملة انتخابية إذا أحنا قدمنا مشروع وقدمنا العديد من المشاريع وما زلنا باش نقدموا عديد المشاريع إذا باش نقدموا مشاريع وتعتبر حملة انتخابية حتى كنا في البرنامين السابق ككتلة ديمقراطية قدمنا العديد من المشاريع وهذا يمنحقنا باعتبار عننا كتلة وعننا رؤيتنا وعننا برنامجنا وأحنا كحزب كذلك عنا معناها ثقة مع الناس اللي صوتت لأبنائنا وإحنا معناها نعبره على رأينا وهذا منحقنا إذا كان اليوم التعبير على الرأي أصبح حملة انتخابية وإلا معناها هذيا أنا نعتبره الحقيقة معناها هذيا غير مجانب للصواب على أساس منحق أي هزب سياسي عنده رؤيته عنده برنامجه وعنده أهدافه ونظرته كيف يمكن أنه يعبر عليهم والشعب هو اللي يقيم الناس يقيمنا في الحملة يقاطعنا وبالتالي معناها انت فهم خرق كبير خرق كبير طيو أنت تجريب التطبيع معناها وقت يقدمناها أحنا وفي البرلمين وعبروا النواب وانت متابعتوا ولكواليس متاع البرلمين وقتي كان يمر الناس كل مثل ده القانون تجريب التطبيع علش رئيس المجلس النواب يقمع إرادة النواب ويخرق إجرائيا النظام الداخلي ويسحب القانون خلي الناس تصوت وإذا الناس ما عندهش رغبة النواب ما عندهش رغبة فيه تمرير ويعتبروا إنه مش وقته وتتأثر تونس اقتصاديا واجتماعيا عبر على رأيك أما خلي الرأي العام التونسي اللي من الشمال للجنوب ينادي بصوت عالي التجريم التطبيع خلي يحاسب الناس أما أنت اليوم تحب معناها معناها تخفي القانون هذيك ومعناها والناس كل تتسائل عاليش ما تعداش القانون التجريم التطبيع الناس كل تتسائل لغاية العام لكون تتسائل تتسائل